السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين يا رب تكونوا كويسين وبخير يا سعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير معنا استخارة بي القرآن الكريم لموليد برد العزراء صلي على النبي على يفضل الصلاة والسلام اللهم بشر بما انتصدر منك وانت خير المبشرين كله وبعد الاستخارة هنشوف رسالتك بتقول لك ايه ان شاء الله رسالة خير وهتكون من نصيف اخواتنا في الله اللي دعموا الفيديو بالعين بسم الله الكاشف هنشوف رسالتك بتقول لك ايه بتقول لك الصورة الخاصة ليك صورة النمل صورة النمل الصورة ليه طلعتلك هنشوف الملح الروحاني بيقول لك ايه فضلا ما ليس امرا انزل فيها التعليقات صلوا على النبي على يفضل الصلاة والسلام حبايب قلبي نزل فيها التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى عليه في درستات السلام. شايف هنا دي لك فرحة. دي لك فرحة بازن الله تعالى. ودي لك رزق. دي لك السعادة. مكتوب لك السعادة. بس انت هنا اه معصب نفسك كتير. وبتفكر كتير. وكأن شايفك يعني بيتلوم نفسك على امور حادات كتيرة. يعني بيتلوم يعني نفسك. في اشخاص حوالك مش كويسة. لكن الرب العالمين هينجيك. مكتوب لك الرزق دي لك. الرزق دي لك. وهتكتب لك الرزق الفترة اللي جاية. في عندك اتصال. يعني شايف هنا عندك اتصال على حد. اه بتشكي ليه مشكلة حصلة بينك وما بين شخص. احذر الفترة دية من بعض الخلافات اللي هتحصل في عتبة البيت. او في خلافاتها تحصل في بيتك او عندك. في خلافاتها تحصل. فاحذر وكن حريص. كن حريص. اللهم اصلى على سيدنا محمد. شايف هنا يعني شايف هنا هتكون يعني بسبب المشاكل دية تكون بسبب الكلام. وسبب الجيل والجال والحكاة والكلام ده. عندك الكدرة انك تتحمل المسئوليات بس مش هيكون عندك الكدرة انك تتحمل خبص الاشخاص معاك. شايف هنا يعني بيجي لك اه حادة هدية. ويجي لك حادة هدية. في تلفون ومن بعدها بعد ما تسمع خبر بالتلفون دي. من بعدها بتسمع رزق حالو. عندك هنا ضغط نفسي. وعصى بالفترة دية. حتى انا شايفك هنا ها بتعاني بقلة النوم خلال الفترة اللي جاية. عندك مشكلة حكومية. اوراق حكومية او حد مزدون او عندك قضية او حادة تخص الحكومة. في اوراق او مشكلة او حادة تخص الحكومة بتخلص على خير. بتخلص معك على خير بازن الله وسلام. في عندك هنا ضيق. او عندك ضيق خانجك تعبك. رح ينزح بازن الله تعالى. اه في ضيف دايلك. ضيف دايلك من مكان بعيد. وكأنه يعني بيحمل اه الخير. وهو جال. حاول هنا تستغنى عن الاشخاص اللي بتخطك في امور مش هتفيدك. في عندك واحدة الست دي مش كويس. احزر منه. احزر منه. رب العالمين هيقف معاك ومش هيخزلك ابدا. ابدا. دايما هنا بقولك ان حواليك اشخاص منتظرين منك الغلطة. عشان يشمتوا فيك. عندك استغلال عاطفي. في يريد ما ما تفتحش قلبك. لأي شخص اللي يستحقه. هيكون في حياتك. شايف هنا حد عايز يأزيك. وعايز ديب لك المتاعد. وعايز ديب لك التعب. عندك مبلغ مالي. مبلغ مالي كويس دايلك. شايفك هنا شخص سبب يعني حماقته وتصرفاته معاق. هو السبب مش كويس الشخص دي. عندك هنا شخص اه هيفتش في حاجات او هيفتش لك في وانت غايب. شايفك هنا بتكشف شخص بيكذب عليك. بيكذب عليك. عشان يستفيد منك. وكأن شايفك هنا رمي حمولك على رب العالمين. بتتنصف شخصيا وفي عندك موضوع. بتمشي فيه. بيفشل معاق. لكن اه ان اكملت فيه نداح كبير ليك. فيه نجاح عندك كبير. فيه نجاح عندك كبير. انت هنا اه محتاد تعطي نفسك وقت من الراحة والاسترخاء. عقلك. الفترة دية زايت في التفكير. امور وحواديت ما كنتش متوقع تسمعها تسمعها الفترة اللي جاي بقدر يعني بقدر مستهد بنفسك. رب العالمين هي نصرق. في يعني كتير امور حواليك انت فاقد فيها الامل. بس يعني الامل عند ربني. موجود. بص هنا عندك صراع داخلي. شايف عندك صراع ان داخلي. ما بين تنسحب من شخص بيوجعك في فتنة وما بين انك مستني الوقت عشان تعرف داخس حقك. الموضوع المادي عندك هنا اللي جاي رايح. كد ما بتجري على لقمة عيشك كد ما انا شايف ان عندك مسئوليات. عندك مسئوليات كبيرة. وكترتها زادت عليك. وهنا لما بنحتاج الحاجة بتطلب. يعني ما بيت لك جهاشة. ولكن هنا يعني مش يعني هيكون في مقابلة في شايف فيها فهيكون في هنا مقابلة عطفية بتتحدد فيها مسيرة او امور اه معلقة بينك وبين شخص. هتسمع من شخص كلام بيزع لك لجرة كبيرة. وفي عتبة قلبية هنا هتقابل النميمة والفتنة. اتنيا اوقات هنا يعني اوقات بيحصل بينك يعني ما بينك وما بينه شخصيا مشكلة. بس ربنا اه بيقاف معاك. في شخص يعني من طبعه الكذب. وكلامه معاك لا يقدم ولا هيأخر. انت هنا تعبان. كتير. وقلبك واجعك. ولكن الفترة اللي جاي السعادة مستنياك. السعادة مستنياك. مناسبة حلوة بتحضرها. وعندك هنا شخص يعني الشخص دي بيستشفى آآ من تعب صحة دي. محتاج هنا هيكون عندك الصبر على كتير امور شايف عندك. اللهم صلى الله عليه سيدنا محمد. يعني كتير احداث بتحصل معاك. حتى تتداوز المرحلة دي. شايف بدون غلق ويرهاك الحبيب هيكون معاك. في يعني شايف هنا في وضع توتر ومتطالبات هتكون يعني هتكون كتيرة الفترة دي. في انسان رغبتها طويلة هتدخل بينكم وبين آآ الشخص. في كلام. وهتصير الجدل بينكم. يعني شايف هنا متوزع عليك. شخص انه بتجسس عليك في كل امورك. عندك تعب صد ومعدة وترهاق وخنجة وضيق. واكتر حدا المشاكل اللي بدون سبب. عندك النفور. تعبك. عندك وقف حال. هاي من السحر اللي عندك. عندك السحر تعبك قوي. معارك لك حداة كتير. شايف عندك فرصة شغل آآ بتديلك. بتفرح فيه. عندك صفر داخل البلاد. عندك محكمة ربنا هينصفك فيه. شايف هنا تقعد مع شخص مهم. بس بعد عن السلف آآ تسلب فلوس او تسلب فلوس. الخير جاي لك. الخير داي لك. ولو فين ما تروح الخير داي لك بازن الله يعني تعالي. شايفك هنا عندك تبرير لاشخاص. في الكلام. وانا بقول لك ان يعني ما تبررش لاشخاص. لوجود يعني لوجودك يعني في حياتهم منفعة. ولوجودك في حياتك يعني منفع. ولوجودهم في حياتك منفع برضو. وقول لك عندك هنا شخص. يعني الشخص دي. بيخنجك. من طريقة حديثه معاق. الفترة دي شايف ان انت يعني آآ هتعاني بحالة عاطفية. غير مستكرة. في يعني شايف هنا ظروفك المادية فيها تقلبات. ولكن الفترة اللي جاي الوضع المادي هنا آآ معاق هيتحسن. شايف هنا اشخاص هنا آآ هتاخد او هتاخد منك موقف بسبب الغيرة. واحذر الفترة دي من الخلافات العائلية. في اشخاص حسدينك لدردة كبيرة. وانا شايف عندك هنا ها النصر من رب العالمين. عندك النصر من رب العالمين. بسم الله الكاشر. الله بسلام سيدنا محمد. فضلا وليس امرنا احبابنا في الله دعموا الفيديو واللايك اخواتنا في الله. فضلا وليس امرنا. بسم الله الكاشر. فيه اشخاص حسدينك. الاشخاص ده حسدينك لدردة كبيرة. الاشخاص ده حسدينك لدردة كبيرة. وانا شايف عندك هنا آآ نصرة. نصرة. في شخص او في ناس او في اشخاص آآ ظلموك في الكلام. وهيقول له عليك. عندك هنا شخص مهم. كان ليه معز جوة قلبك. لان هنا شايفك انك متردد تاخذ خطوة اتجاهه. مكالمة التليفون او رسالة هتديلك بس هنا. هتبص فيه. ومش يعني مش هترد. عليه. في عندك وحدة ست. تصرفاتها معاك هتكون مش عجباك. وفي نفس ذات الوقت مش هتكون جادر تتكلم او آآ تعبر. في فرص السفر ديالك. فرص السفر ديالك. واحذر من آآ التجسس عليك. من اشخاص حواليك. اشخاص حواليك هدفهم منك انهم يوقعوك او يخرجوك عن شعورك. او يعني يتعبوك. عندك هنا شعورك تعبان. سرب العالمين هيجف معاك. وفي موضوع يعني شايف موضوع خصام او مشكلة مع احد. انت معطي كثير يعني يعني وقف عطائك للزايد للناس عن اللزوم. عندك موضوع محكمة او قضية. مش هي يعني مش مرتاح. في عندك شخص. انت يعني هتقدر تخرصه برضه. هتخرصه توقف عند حده بردك عليه. الرزق دايلك قريب. الرزق دايلك قريب وهتنبسط به جدا. في بلوك بينكم وبين شخص. هيحصل يعني هينفق. في عندك هنا زيارة لدكتور. حتى انا شايف هنا اه يعني بتروح عند دكتور او بتابع عند دكتور. متابع عند دكتور. في شخص بيجي لك منه خير. وبيفرح قلبك. بيفرح قلبك. احذر من المحتلين والمنافكين. وحاول تتجنب الاشخاص اللي بتغير منك. حاول تتجنب الناس دي اللي بتغير منك. اللي بتتمنى لك الشر. اللي تلي جدامك تعمل نفسها انها هي بتحبك وبتتمنى لك الخير. حاول تبقل عن الناس دي. في المرأة دي بتكرهك. وانت مخضوع. هتنصدم لما تعرفه. احذر المكيادة عشان ما تجعش فيه هنا. في شيء هنا هيحصل لك. هيغير حداية كثيرة في حياتك. استعد. استعد للفرحة. انت ماشي مضغوط عاطفي او تعبان او حصل مشاكل كثيرة بسبب السحر. البعض منكم ترسيم علاقة. وشاف كرار زوات. فيه كرار زوات. واللي المنفصلين هنا يعني اللي مفصلوا بسبب السحر الشريك يعني سابق بيعيش اقصى حالات الندم. على فراجك. شاف بداية جديدة وامل عاطفي جديد. في مواقف يعني هتكون كويسة. شاف للبعض هنا مبلغ مالي. بعد ايام. للبعض هنا اه تريد الارطباط. ولكن فيه عرقيل من اهله من اهل الشريك. فيه شخص يفكر فيك طويلا ويتأمل صورك. وانت تشعر بانك مراقب او شيء من هذا القيد. صدق شعورك لهذا الشخص. شافك تفكر في شراء شيء جديد. شراء منزل. شراء سيارة. شراء مسكن. شراء بيت. بتفكر في شراء حدا جديد. ان شاء الله تتم على خير بازن الله تعالى. كترس تفكيرك لا تدعك تنام بالسلام. اترك الامور بيد الله وستنحل امورك. خروجك يعني من فترة قويلة صعبة. شايف حب جديد. يطرق قلبك. البعض هنا كلام كتير بتجال عليك وانت عارف الشخص ده. بس انت يعني مش هنا مش في دماغك. مش خطه في دماغك. فيه صلح مع وعتاب ما بين زاوديان. ما بين زاوديان فيه صلح وعتاب بعد. عتاب فيه صلح ما بينكم ان شاء الله. بسم الله شايف هنا عندك خروض شيء من بيتك. خروض السحر. بإذن الله رح تخرضه. ان شاء الله. العتبة الجديدة فيها الراحة ليك. فيها السعادة العتبة الجديدة. فيه مبلغ آآ كبير. وفق قرب عندك شديد. بس انا شايف هنا حبيب محتر وغيران ليك. حد مش طاغ ليك. وعايز يوصلك. انت على موعد مع ضحكة من القلب. فيه فرحة في قلب بيتك. خطوبة ليك او فرحة بنجاح لاطفال. في قشرة نجاح. في قلب بيتك. او بمولود جديد بازن الله تعالى. وطريق السفر مفتوح قدامك. صلي على الحبيبة المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. بنشوف رسالتك بتقول لك ايه? ان شاء الله الرسالة هتكون من ضمن احبابنا اللي دعموا الفيديو باللايك. بسم الله يعوضك الله بما يليك بقلبك. هيعوضك ربنا بما يليك بقلبك. امين يا رب العالمين. اتمنى من احبابنا في الله يكونوا دعموا الفيديو باللايك. ويكونوا نزلوا في التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعة او من كرين او اي شيء. دخل القناة جميع العلادات بازن الله تعالى. والرقم امامكم. اللي حابب يتواصل معنا وانتس يتواصل معنا يشرفنا في العلادات. ان شاء الله نكون في حسن ظنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا كل يوم في جديد للابراد بازن الله تعالى.